السلام عليكم ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان في هذه الحلقة مرة أخرى سوف نتحدث عن جديد الحزمة المالية المنتظرة هناك بعض الأخبار الجديدة التي عرضت مشاركتها معكم في هذه الحلقة فلذلك سوف نركز باختصار عن أخبار الحزمة المالية ننتقل إلى الحديد عن بعض الأخبار السياسية المهمة اليوم اليوم يوم مهم في الانتخابات الأمريكية وسوف أشرح لكم لماذا هذا اليوم مهم ونختمها بجولة أخرى بخصوص كورونا التي بدأت تعرف انتشارا كبيرا خصوصا في أوروبا بالنسبة للحزمة المالية اليوم أعلنت نانسي بلوسي على أن المفاوضات بينها وبين وزير الخزنة الأمريكية كانت جيد جيد جيدة وأن هناك أمل في الوصول إلى اتفاق وربما إصدار الحزمة المالية سئلت من طرف العديد من الصحافة الأمريكية وأخبرتهم بأن العمور تمشي في طريق جيد وأنها جد متفائلة من المفاوضات كل ما يمكن قوله هو أن هناك مشاكل الآن داخل الحزب الجمهوري خصوصا أولئك الذين يعارضون الحزمة المالية وعلى رأسهم ميتش ماك كونن ميتش ماك كونن الذي أعلن على غضبه تقريبا زوالة اليوم قال بأنه وزير الخزنة الأمريكية جد متساهل مع الديمقراطيين وأنه يقبل جميع متطلبات نانسي بلوسي والحزب الديمقراطي ولكنه في نفس الوقت جد صارم مع أفراد خزبه فهذا التساهل الذي أظهره اليوم وزير الخزنة الأمريكية في إطار مفاوضات بينه وبنانسي بلوسي كما قلت أغضب العديد والعديد من الجمهوريين الذين يرفضون الحزمة المالية بصفة عامة وهناك أغلب يستحق منهم يريدون أن تكون هناك حزمة ما بعد الانتخابات وليس الآن لكن هناك ضغط من الرئيس الأمريكي دوران ترامب على وزير الخزنة الأمريكية لأنه هو الذي يدافع عن البيت الأبيض بما فيه ترامب ومارك ميدوز لذلك هذا الشخص أظهر اليوم تساهلاً كبيراً مع نانسي بلوسي خصوصاً في بعض النقاط النقاط التي تتيل الغضب الآن عند الجمهوريين وهي نقاط دعم الولايات ففقط في الحزمة المالية التي تطالب بها نانسي بلوسي هناك قيمة 300 مليار دولار لدعم الولايات وهذا هو مشكل الخلاف رقم واحد بين الحزب الديموقراطي والحزب الجمهوري تذكروا أن الحزمة المالية التي أراد ميتش مكورن تمريرها أمس قيمتها الإجمالية هي 500 مليار دولار فكيف يعقل أن تكون فقط دعم للولايات في مقترح نانسي بلوسي قيمته 300 مليار دولار فهذا يعني بالنسبة للجمهوريين أو سقور الجمهوريين في مجلس الشيوخ فهذا أمر لا يمكن قابله يعني لا يريدون تقبل هذا المقترح لذلك فهم جد جد غاضبين من وزير الخزانة على أمريكا كما قلت لانسي بلوسي حسب تصريحتها فهي جد متفائلة وتقول أنه الطريق إلى الاتفاق أصبح قريب وقريب جدا نتمنى أن يتم المصادقة هذا الأسبوع يعني غدا الجمعة أو أبعد تقدير السبت والأحد يعني نهاية هذا الأسبوع فهذا هو أهم الأمور التي المتعلقة بالحزمة المالية كما قلت هناك تفاعل وهناك آمال يعني تبين أن هناك اقتراب للتفاوض للاتفاق بين الجمهوريين والديمقراطين المشكلة في هذه النقطة الآن وهي أن هناك اتفاق بين نانسي بلوسي ووزير الخزانة الأمريكية المشكلة الآن ماذا لو تم طرحوا هذا الأمر في مجلس الشيوخ لأجل التصويت هل سوف يضغطوا الرئيس الأمريكي على الجمهوريين من أجل الموافقة أم سوف يرفضون ويبقى هذا المسلسل مستمر إلى ما بعد الانتخابات فهذا الأمر سوف نشاهده غدا الجمعة أو نهاية هذا الأسبوع الآن ننتقل إلى البطالة كما قلت وزارة الشغل الأمريكية أعلنت عن تقريرها الأسبوعي بخصوص البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية فهناك 787 ألف عاطل عن العمل تقدم على الاستفادة من البطالة لأول مرة 787 ألف شخص تقدم للاستفادة من البطالة لأول مرة لكن حسب تقرير وزارة الشغل الأمريكية فهذا الرقم هو أقل رقم منذ مارس يعني أعداد المتقدمين على البطالة هذا الرقم الذي تم تسجيله مؤخرا هو أقل رقم مقارنة منذ بدء مشكلة الكورونا في أمريكا كذلك يقال الأرقام تبين أن أعداد المتقدمين على البطالة بدأت تنخفض أسبوع بعد أسبوع يعني تقريبا الآن هناك تقريرين في شهر أكتوبر هذا التقرير الذي تحدثت عليه هو لأسبوع 17 من أكتوبر والتقرير الذي قبله كان يبين كذلك انخفاض في معدل العاطلين عن العمل الذين يتقدمون يعني على البطالة حاليا هناك 23.1 عاطل يعني يستفيد من المعونة الأمريكية أو البطالة الأمريكية الآن ننتقل إلى الأخبار السياسية الأخبار السياسية هناك أسبوعين أو أقل تفصلنا عن الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية واليوم الخامس هناما قلت لكم في بداية الفيديو أن اليوم جد جد مهم في الانتخابات الأمريكية لأن اليوم هو آخر مناظرة بين الرئيس الأمريكي دولاند تراب والمرشح الديمقراطي جو بايدن فالذي سوف يكون هادئا والذي سوف يكون مسؤولا في تصرفاته وفي تعاملهم الأسئلة لأن اليوم كما قلت سوف يتم تطبيق كتم الصوت حتى تمنح الفرصة لكل واحد على حد لأنه في المنظرة الأولى في أعتقد أواخر شتامبير هذه المنظرة كان هناك تلاسن بين المرشحين ويقال أن ترامب كان أكثر عنفا من بايدن لذلك قررت الهيئة المشرفة على الانتخابات الأمريكية أن تقوم بتقنية كتم الصوت حينما لا يكون السؤال موجه لمرشحين ما فسوف نرى اليوم هل ترامب سوف يكون قادرا على تغلب على هذا الأمر أم سوف يدفعه نرجيسته أو كبريائه إلى مقاطعة رئيس بايدن كما فعل في المنظرة الأولى فكما قلت اليوم هي فرصة الأخيرة لدون ترامب لكي ربما يؤثر على الناخبين من أجل إعادة انتخابه وفرصة أخرى لدجو بايدن لكي يقوي حدودها لأنه سيطاعات الرأي تبين لحد الآن تقدم بايدن في العديد من الولايات وهناك العديد من الفئات التي تدعمه وآخر فئة الآن تم الإعلان عليها هي فئة الأمريكيين الهنود يعني الناس الذين هم من الهند ولكن يعني مواطنين أمريكيون فهذه الفئة الآن تدعم الحزب الديمقراطي بنسبة كبيرة وهم من هذه الفئة أغلبيتهم الساحقة هم رجال أعمال ناس ناجحين هنا في أمريكا فكما قلت هذه فرصة لبايدن لكي يبين الذكاء ويبين قدرتها على كيفية إنقاذ الولايات المتحدة الأمريكية اقتصاديا ومحاربة كورونا كما قلت بايدن يلام عليها كونه إنسان متقدم في السن سنه 77 سنة بعض المرات عنده مشاكل في تذكر الجملة أو حينما يكون يشرح نقطة يعني يكون هناك أو الجملة لا يتذكر الإجابة فلذلك هناك أناس يتخوفون من هذا الأمر صحته العقلية يتخوفون منها قرارته ربما يعني سنه ربما أقول يؤثر عليه مع العلم أن هناك أناس في الكونغرس الذي سنهم يصل إلى 84 أو 85 مثلا نانسي بلوسي سنها 80 سنة ومزالت يعني مستمرة في العطاب فاليوم على جميع متابعة هذه المناظرة لأنها كما قلت مناظرة جد جد جيدة وهذه أخرق بين الديمقراطي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوضيح رؤيتهما للمستقبل ننتقل إلى كورونا فكورونا الآن تنتشر في أوروبا أكثر من موسم الربيع إسبانيا الآن أصبحت سادس دولة عالميا في الإصابات يعني وصلت تقريبا إلى مليون ألف أو ألفين إصابة لذلك أصبحت كما قلت هي السادسة عالميا الحكومة الإسبانية تدرس إتخاذ العديد من القيود يعني الصحية في العديد من المناطق في إسبانيا هناك فرنسا كذلك هناك ألمانيا هناك العديد من الدول أمريكا كذلك الأمر ما زال مستمنا خصوصا في ولاية الشمال الوسط الغربي للولايات المتحدة الأمريكية نفس الشيء في بعض الدول المغرب العربي لكن هناك دول كتونس التي أعلنت أنها لن تفرض الحجر الصحي هذه المرة لأن الحجر الصحي لديه تكلفة اقتصادية باهدة تترتب عليه فلذلك تونس تقول أنها لحد الآن لا تفكر في فرض الحجر الصحي هذا كل ما يتعلق بهذا الأمر الخاص بالحزمة المالية واخبار كورونا والمناظرة التي سوف تجمعه بعد قليل بين الرئيس الأمريكي تولاند ترامب والمرشح الجمهوري المرشح الديمقراطي عفوا جو بايدن شكرا لكم على متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته